من جانبهم أكد المشاركون على أهمية المؤتمر نظراً لما تملكه مصر من خبرات قضائية معربين عن شكرهم لمصر على استضافة المؤتمر ينضم إلينا من مقر المؤتمر الزميل محمود جميل نتابع أهلاً وصلاً بكم وبكل أسداء المشاهدين انتهت فعليات اليوم الثاني من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية هذا الاجتماع الذي يأتي تحت رعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقد الاجتماع لمدة ثلاثة أيام اليوم هو اليوم الثاني الذي انتهى بعدد من الجلسات التي كانت تجمع بين أساتذة القانون وأساتذة الثقافة فكان هناك جلسة انتهت ظهر اليوم والتي كانت تحت عنوان الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي هذه الجلسة التي تحدث فيها قامات قضائية كبيرة بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الدستورية الذين تواجدوا خلال هذه الجلسة والجلسة الثانية التي كانت تتحدث عن دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية كانت هذه الجلسة غنية بالموضوعات الثقافية والحديث عن الهوية الثقافية لكن ما يميز هذا اليوم وهو ما نقلناه من خلال ردود أفعال المشاركين من رؤساء المحاكم الدستورية هو اللقاء الذي تم بين رؤساء المحاكم الدستورية والوفود المشاركة بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح هذا اليوم يعني عبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء وثمنوا مجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التواصل ودعم الأشقاء الأفارقة خاصة في هذا الاجتماع الذي يحقق التواصل القضاء الدستوري بين المشاركين وأكدوا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعى للالتقاء والتواصل بين الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وأكدوا على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاجتماع يعني يجعله يكتسب أهمية كبيرة بين الرؤساء المشاركين وأيضا أكدوا على يعني عمق العلاقات ما بين مصر والدول الإفريقية المشاركة وأكدوا أيضا على يعني لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح لهم الآفاق في كل المجالات خاصة أن مصر رائدة في شتى المجالات وبالتأكيد ستستفيد الدول الإفريقية المشاركة من هذا الاجتماع ومن هذه التوصيات انتهى اليوم الثاني غدا سيكون هو اليوم الثالث والأخير وبالتأكيد سيكون هناك يعني الخروج بتوصيات يعني ستكون على مائدة الحوار والتنفيذ لاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر